السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سهلة سعيد النهاردة ان شاء الله يا احبابي هنحكي قصة جميلة جدا للتجريب اللغات للصف السادس الابتدائي طبعا القصة جي جميلة قوي وانا حاولت اجاب لكم سور من عندي ونحلو الاسئلة بمشيئة اللي بطريقة بسيطة وسهلة يلا مع بعض يعني اقرأ الفقرة الاتية واجب عن الاسئلة اللي تحت يعني انا شاهدت فيديو مثير جدا يعني ايه يعني يكيد ان يكون جزء صغير من الفيلم يعني انا شاهدت كلب على متن السفينة في البحر يعني ان الكلب ده كان في مؤخرة السفينة يعني هبت رياح قوية جدا والانواق اصبحت عالية جدا الانواق اللي هي ويفس طبعا قالك ان الموقع قوية جي جعلت الكلب يقع في البحر طبعا ان الكلب الخائف ده حاول ان هو يعوم في البحر الكبير يعني اصبح الكلب على يقين بانها اختربت نهايته نهايت حياته يعني من قاع البحر يعني كان هناك ايه اشارك اللي هو سبكة القرش يعني ان الدولفن شاهده ان سبكة القرش تتجه لمين الى الكلب يعني ايه يعني لما شافت كده الدولفن عملت ايه سبحت بسرعة وحملت الكلب يعني حملت الكلب يعني ايه يعني بيقولك ان الدولفن وضع بلطف وضع ايه الكلب المبلل على السفينة طبعا ان الكلب اعطى ايه اعطى المشكر على ما تشكر يعني المين للدولفن اللطيف اوكي اشتركوا في القناة